هلو لوتي مع كل مازل من قناة توفاكت 777 اليوم الفيديو تابعنا هو عن فور باي فخلينا بلش فيه على السريع فور باي الى معنيين المعنى الاول هو تسو اندي شيرن تسو اندي يعني شي خلص انتهى اوفر او جان بالانجليزي يعني شي خلص مرة انتهى خلصت مدته هيدا والمقصود فيه الامس لتوضع دير زومة است فور باي انتهى الصيف صيف خلص دي فاغين زين فور باي انتهى العطلي طبعا هون انتبع كلمة فاغين انه هي كلمة جمع وليس كلمة مفرد العطلي معنى طبعا انترجمتها عن العربة هي مفرد بس هي كلمة جمع مثال الثالث دي كالتي فينتا بيغ بالب فور باي زين شتاء البارد سينتهى قريبا اذا متمع وشوف فور باي هي مقصود فيها شي انتهى خلص مرأ دي تسايد اس فور باي انتهى الوقت متل ما همشوفوا هوني فور باي عم تدل ع الزمن او بتدل كمان عاشي متحرك ملموس نفس الشي بنستخدمها للشغلتين بالنسبة لفور باي هدا هو المعنى الاول يلي بيعني انشاء خلص انتهى مرأ هدا هو المعنى الاول اما المعنى التانى فور باي عام فور باي عام بتدل انا ودو المرور بسرور اين اوتو فاقت ان دي دونكل هايد فور باي مرت السيارة بالقرب في الظلام يعني احنا واقفين مرت السيارة الجن مننا هذا المصول فيها فور باي مرت السيارة الجن من المرور بسرور عندما يمر القطار سترتفع الحواجز مرة اخرى طبعا هوني شغل كن هوني مصود فيها اكيد شايفينهم بس يكون في قطار عام يمره مثل حواجز بيرتفعه بس يكون مر القطار وبس يجيب ينزلوا لحاله بشكل اوتوماتيك طبعا ازن اده هو فور باي مصود فيها انه فرفندت تستخدم ام او استودغوكن للتعبير دس يمند او ادباس بان شيء ما او شخص ما فوندر زادي كونت من الجهة يأتي كورس نيبن يمندم ادباس مرت جنب شيء او شخص ما ويتابع المسير ويتابع المسير او يتابع المرور ازن هده هو المعنى التانى فور بايو هي ايه؟ مرة بالقربي من والمعنى الاول هو ان شيء انتهى خلص ويتابع المسير ويتابع المشاهدين فور بايو هي جدا سهلة واكيد الامس اللي مرقت واضحة هالحاكي اكيد اذا عجبك الفيديو فكتشترك بالقناة ليوصلك عطول فيديوهات بالمستقبل وفي درسكن اشوفكن بالفيديو القادم شكرا اشتركوا في القناة